بدأ الإسلام غريباً على هذه الصفة ثم تكون ونمى وانتشر في الأرض ثم في آخر الزمان إذا كثرت الفتن يعود الإسلام غريباً ولا يتمسك به إلا أفراد من الناس اللي تسمون بالإسلام كثير ولكن اللي يتمسكون بالإسلام الصحيح قليل غرباً ينظرون لهم الناس نظر استغراب يقولون هؤلاء متشددة هؤلاء فيهم هؤلاء تكفيريين هؤلاء إلى آخرين ينظرون لهم نظرة استغراب لكن ما يضرهم إذا تمسكوا بدينهم نعم لا تصير شاذ عندك أفكار منحربة لا لا تصير أيضاً مخرب ولا تصير أيضاً إرهابي تقتل بغير حق هذا ما هو بهو الإسلام هذا ما هو بهو الإسلام إنك تخرب إنك إرهابي هذا ما هو من الإسلام إنك تكفيري تكفر الناس بغير حق لا ما هو بهو الإسلام الإسلام دين صحيح له صور له قواعد لازم تعلمها تعرف ما تأخذ الإسلام بالتقليد ولا بقول هلانا وقول هلانا تأخذه من الكتاب والسنة وذلك بالتعلم ما هو بالقراءة أنك تقرأ على نفسك لا تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً فالمتدينون كثيرون ولكن اللي تمسكون بالدين الصحيح قليل انتبهوا لهذا